أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نفردها للحديث عن نصر أكتوبر الذي مضى عليه خمسون عاماً ولا زال يبدنا حتى اللحظة بالطاقة الإيجابية وبالأمل وبالشغف بأن تحرير الأرض العربية لا زال أمراً ممكناً ضيفنا في هذه الحلقة اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أهلا بك أهلا بسهلا بحضرتك والصدر المشاهدين وإحنا بنشي هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا والتي تلاشت أثرها أقول ذلك آسفاً لدى الأجيال الحديثة لكن إحنا جيدنا لازمنا نتغنى بأمجاد هذا الانتصار لكن سؤالي وإحنا بنحي هذه الذكرى في كل عام على مستوى الوطن العربي نشاطر مصر ونشاركها هذا الفرح العارم لازال حتى اليوم الإعلام العبري يقلل من شأن الإنجاز التاريخي للجيش العربي المصري ولازال يزعم بأن ما كان يعني ما سجله وسطره الجيش المصري لا يندرجه تحت إطار المصر بالمعنى الحرفي للكلمة أقصد الأول طبعاً كل سنة وحدك طيب والشعب العربي كله بخير خمسين عام مرت على حرب أكتوبر أعتبر يعني طبعاً إعجاز وليس إنجاز لأن كانت هناك استحالة لأن تعبر قوات من غرب القناة إلى شرق القناة بعد أن تم الإعداد الجيد من قبل العدو وتجهيزه لمواقعه وتسليحه وتطور أسلحته واتخاذه كافة الإجراءات التي تكفل عدم العبور لأي سبب الأسباب ولكن العزيمة والإرادة والعقيدة التي كانت بداخل المقاتل العربي والمقاتل المصري تحديداً كانت لها أبلغ الأثر في تحقيق هذا الإعجاز وترجمة حقيقية أنه لا مستحيل فبالفعل الحمد لله يعني هذا الإعجاز لازال يدرس في كل الأكاديميات العسكرية وكل الناس المتخصصين والمعنيين دائماً ما يضعوه أمامهم أو نصب عينهم عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمدارس العسكرية أو الحرب الحديثة للدلالة على ما أقول أين كانت إسرائيل الساعة 2 يوم 6 أكتوبر وأين كانت الآن وأين هي الآن وأين هي نهاية يوم 6 أكتوبر ده دلالة هم كانوا فين على الشاطئ الشرقي لقناة السويس ومواقفين وقاعدين ومحتلين هذه المواقع الدفاعية ومحصنينها ومدججين بالسلاح يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استمرارية وبقاء هذه القوات في هذا المكان ولكن يعني في لمح البصر وخلال خمس دقائق من الساعة 2 إلى 25 وكانت الشرارة الأولى والإمطلاقة الأولى آآ وبدأت المعركة وبدأت وديرت راحاها إلى أن وصلنا يعني 168 كيلو متر مواجعة بعمق 16 كيلو متر دي القوات وصلت لهذا المكان هذا هذا الكلام لما أبدأ أبدأ ببداية حياتي أو أبدأ بمعركتي أو أبدأ عملياتي أنا فين؟ وحضرتك فين؟ أنا فين دلوقتي؟ وحضرتك فين دلوقتي إذا كنت أنت بتتدعي هذا الكلام بيفعلها ذلك لجنة أجرانات اللي قالت اللي كانت بقيادة أحد القضاء المتخصصين في في هذا العمل ومكونة من خمس عناصر عمل التقريب من ألف وخمسمائة ورقة أداني فيه بما يدعم جلل للشك كل القيادات الإسرائيلية الموجودة وخصصا جاء قائد الجبهة الجنوبية الذي عزل على أثر ذلك الموضوع لماذا عزل؟ إذا كانوا يتنظرون ويقولون أنهم حقوقوا انتصار لماذا عزل إلى قادةよقة undercover لماذا استغاست جولدة مقير بالولايات المتحدة الأمريكية وحدثت كيسينجر وقالت له أن أنا في الفناي المصريين يعني يكلوني لنا يا لنا يعني الكثير والكثير لا أنا 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 أتوقف عند كلمة كالها السيد الرئيس اللي عملها مرة قادر يعملها ألف مرة